تحت أشعة الشمس الحارقة استفى سكان كابل في طوابير طويلة أمام أبواب البنوك المغلقة بعدما أمرتها حركة طالبان بإعادة فتح أبوابها للمرة الأولى منذ عدة أيام بعدما قالوا إن البنوك ستفتح قدم الكثير من الناس إلى هنا نحن في انتظار أن تفتح الأبناك أبوابها مر أسبوع على مجيء طالبان لا يوجد عمل ولكن الناس بحاجة إلى المال يأتي هدف وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المرسودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد